موسيقى موجز ثالثا من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم كشف مسؤولون عسكريون ببوركينفاسو الاثنين عن مقتل ثمانية وعشرين شخصا من جنود ومدنيين إثر هجومين شنهما إرهابيون يومي الأحد والاثنين في البلاد وذكر الجيش أن وحدة قتالية في فلنجوتو شمالي البلاد قرب حدودها مع النيجر تعرضت لهجوم ما أسفر عن سقوط عشرة جنود واثنين من المقاتلين ضمن قوة متطوعين مدنيين ويأتي الهجومان الإرهابيين أياما بعد مطالبة بوركينفاسو القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها في غذون شهر واحد وتعليق الاتفاق الذي ينظم منذ 2018 وجود القوات الفرنسية على أراضيها هذا وأدانت الجزائر بشدة الهجومين الإرهابيين الذين استهدفا يومي الأحد والاثنين التاسع والعشرين والثلاثين جنفي الجاري بوركينفاسو وحدة قتالية في فنانجوتو ومدنيين بمنطقة كاسكاديز مخلفين عشرات القتلى والجرحى من الجنود والمتطوعين المدنيين وحسب ما أورده بيان للخارجية الجزائرية ثلاثة فإن الجزائر تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع بوركينفاسو في الظروف الأليمة هذه مشددا بصفتها منسق الاتحاد الإفريقي حول الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا على ضرورة إدراج التصدي لهذه الأف على رأس الأولوية الدولية في المرحلة الراهنة واعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأطراف تقوم على تعزيز البعد الوقائي ومعالجة العوامل المغذية للإرهاب والتطرف العنيف ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف مسجدا داخل منطقة أمنية في بيشاور شمالي غير بيباكستان إلى ثلاثة وتسعين قتيلا وأعرب مسؤولون حكوميون عن خشيتهم من ارتفاع حصيلة القتل مع استمرار انتشال الجثث من تحت الأنقاض لا سيما أن قرابة أربعمائة شخص كانوا يؤدون الصلاة في المسجد وقت وقوع الحادث وأعلنت الحكومة الباكستانية وضع البلاد بأكملها في حالة طوارئ قصوى فيما لا تزال عملية الإنقاض وإزالة ركام المسجد مستمرة هذا وأدانت الجزائر بشدة تفجير الذي استهدف مسجدا في باكستان وجددت دعوتها لتعزيز العمل على الصعيدين الإقليم والدولي من أجل استئصال آفة الإرهاب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أفاد بأن الجزائر قد تؤكد تضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية ورفضها أشكال العنف وتطرف والإرهاب كافة واستهدا في دور العبادة مهما كانت المبررات والدوافع فإنها تجدد دعوتها لتعزيز العمل على الصعيدين الإقليم والدولي من أجل استئصال آفة الإرهاب التي ما فتئت تؤثر سلبا على السلم والأمن والتنمية في العالم يضيف البيان ختام الموجز الإخباري للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني لقناة الجزائر الدولية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر